اشتركوا في القناة 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 اول مرحلة اشتركوا في القناة 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 كما قلت لكم ممكن انكم تبقوا الرشما ديالكم بالحرير او السابرة كيف ممكن ايضا تبقوه بالسقل الصم بالنسبة الاخوات اللي كيسولوني على الحرير المبرم كيفاش كان برموه والطريقة اللي كان برمو بها الحرير المبرم فصراحة الحرير المبرم ما كان برموش نهائيا بزاف لانه اصلا ما كيتبرمش يعني دي جاره مبرم من قبل وخاكا نبغي من نبرموه بغية بسهولة كي ولي تحلينا لكن من اللي نبغي من نخدمو به فاش نضبلو الخيط ديالنا نحاولو اننا نلوي وهلوي واحدة فقط غير باش كنجمعو هادوك الخويط مع بعض ويسهل الينا في الخدمة اكيد راكم كاتلاحظو ملي كان كن كن نخدم فالحرير ديالي كيفقى شوية مرخوف وكن حاول من اللي نكون كن نخدم الغراز نجبد الخويط ديالي كاملين يعني ما نخليش نهائيا الشعيرات ديال الخيط خارجي باش هكا الخدمة ديالي تكون متقونة اذا حبيبتي باش ما نطولش عليكم بزاف غدي نستمر انا الخدمة ديال الغرزات السلسلة حتى غدي نتراسي الرشمة ديالي كاملة وغدي نرجعي ان شاء الله هنطلقى بيكم باش نكمله مع بعض التعمار ديال الواسطة ديال الرشمة فورجة ممتئة وخليوكم معايا الغزالة ديالي كيما كتلاحظو معايا من بعد ما كملت التراساج ديال الرشمة كاملة بغرزة السلسلة نتيجة النهائية اللي كنحصل عليها غدي نشارك معاكم ايضا شكل ديال الخدمة في الدهر كيما كتلاحظو وكنحاول مليت السللية الخيط نتبته بعقدة صغيرة في النهاية باش كان ولي نتبت خيط جديد ونكمل الخدمة كاملة ان شاء الله ده بغدي نتبقوا مع بعض العقدة الفرنسية دائما باستعمال الحرر المبروم انا عندي مضوبل الاربع ديال الشعرات يعني في المجموع الى ثمانية ديال الشعرات في حالة ما اخواتي اللي استعملتوا الحرر ديالكم على خمسة ديال الشعرات مضوبلين يعني في المجموع الى عشرة ديال الشعرات من اللي تكونو كتلوي والخيط ديالكم على الابرة ما تلويوهش ثلاثة دلويات وانما لويوها غير جوج باش العقدة الفرنسية ديالكم ما ديكمش كبيرة بزاف ديكم صغيرة وزوين اذا كيف لآده غادي نتبتو الخيط ديالنا من خلال الاوينات او للحلقات اللي كنكونو بالنبيهم الخيط وغادي نبدو الخدمة على بركة الله كانت منها ان شاء الله الصورة تكون واضحة غادي نبدو دائما الخدمة ديالنا من البداية ديال العريش انا اختاريت اني نخدم هادا الرشماء بثلاثة ديال الالوان اللي اللي اللوول تراسيت بيه وجوج ديال الالوان غادي نعمر بيهم وانتو ما كيبقى لكم الاختيار اذا على بركة الله الخيط اللي عندنا خارج في التوب غادي نلويوه على الابرة ثلاثة دلويات كيما قلت لكم انا عندي الحرير ديالي مضوبل على اربعة ديال الشعرات يعني في المجموع الى تمانية فغادي نلويه على الابرة ثلاثة دياللويات فقط كنولي نرجع الابرة ديالي فالتوب نبقى متبتا بالابهام بعد كنسحب باش هكا الخواطات ديال الحرير ما كيبقاوش عندي طالعين من الفوق وهديك العقدة الفرنسية ما كتجينيش مش نسفة يعني باش يبان شكل ديال العقدة مزيان نحاول دائما نستعلم بالابهام ونبقى متبتا الخيط ديالي بشكل جيد كيما كتلاحظوا ما كنهزش نهائيا نصبع الى الخيط وكنسحب غادي نعود معاكم كندخلوا الابرة ديالنا فالتوب ونحاولوا ما امكان العقد يكونوا قرب من بعضياتهم يعني ما نخليوش نهائيا فراغ ما بين العقد وفي حالة ما من بعد ما نكملو الخدمة يلابلوني لبعض الفراغات فنحاولوا انا نرجعو نعمروهم اذا بهذا الطريقة غادي ندخل الابرة ديالي فالتوب غادي نلوي الخيط على الابرة ثلاثة ديال اللويات ونولي نرجع بالقرب من الغرزة اللي خدمت اللولة ممكن انكم ترجعوا في نفس المكان وممكن انكم ترجعوا بالقرب منها يعني ما كانش نهائيا فرق بالنسبة للغرزة اللي تبتنا بها الخيط فحتى هي غادي نخدمو عليها العقدة الفرنسية اللي من بعد ما غاديش تبقى تبان عندنا نهائيا هادا الطريقة فقط باش ما كان نخدموش العقد بزاف في الظهر ديال الخدمة والخدمة ديالنا تكون نقية من الظهر اذا كان قامت بتالخيط بالقصبع ديالي كيما كانتلاحظو ومن بعد كمسحب غادي نستمر حبيباتي بهادا الطريقة حتى غادي نعمر العرشات اللي بغيت نخدم باللون الاول كيما قلت لكم انا اختاريت نعمر رشما ديالي بجوج ديالالوان انتوما كيبقى لكم الاختيار تقدرو تستعملو غير لون واحد كيف ممكن ايضا تستعملو جوج الالوان او لا ثلاثة وممكن انكم تدمجوا ما بين الطرز والتنبات يعني ممكن انكم تخدمو رشما ديالكم بالعقدة الفرنسية والزومورود عريشات نخدموهم بالطرز وعريشات بالتنبات كيبقى داك شي على حسب الرغبة ديالكم وعلى حسب الاختيار ديالكم كيما قلت لكم في المرة الفيتة نحاولو من اللي نكونو كنخدمو اي رشما نخدموها بدكاء نحاولو اننا نبتكرو ونزيدو من عندنا ماشي فقط النصخ والطبع نحاولو اننا نعطيو ابتكارات ديالنا لغزلة ديالي وخالتي العزاز بنفس الطريقة غادي نكمل الخدمات ديال العريشات او للتعمار ديال العريشات بالعقدة الفرنسية حتى غادي نكمل العريشات كاملين كيما قلت لكم انا غادي نستعمل جوج الالوان انتو ما كيبقى لكم الاختيار تقدروا تستعملوا جوج او ثلاثة ديال الالوان على حسب القطعة اللي غادي تطبقو في هاد الرشما واش بغيت يكونو فيها الوان كتير او للا كيف ما قلت لكم نحاولو ان نعطيو ابتكارات نحاولو ان ننخدمو بدكاء ربما كل اختي اللمسة الخاصة ديالها في هاد الرشما نقدر نبتكرو اشكال مختلفة انطلاقا من رشما واحدة فقط اذا باش منطول شاريكم غادي نكمل الخدمات ديالي وكنتمنى كل شي يكون واضح دائما اي تساؤل اي استفسار اي حاجة ما وضحاش او لا بغيتوا تعرفوها معليكم الا تخليوها لي في التعليقات انا رهن الاشارة الاجابة لجميع تساؤلات ديالكم مرحبا بجميع تساؤلاتكم استفساراتكم اقتراحتكم وعلش اللاحتة انتقاداتكم ايضا الاخوات اللي بغونا نطبقوا مع بعض الرشماس باشكال معينة معليكم الا تتواصلوا معايا في الحساب الخاص ديالي الانستغرام اللي هو بنفس الاسم ديال القناة هاجر بغوضغي بغلاج او لكافطون الدرس او لف الصفحة الرسمية للقناة دائما هاجر بغوضغي بغلاج رسلوا لي الاشكال ديال الرشمات اللي بغيتونا نطبقوهم مع بعض وايضا باش بغيتونا نخدموهم او للتقنيات اللي محتاجين انكم تألموا ليهم وانا راه الاشارة باش نطبقوهم معاكم ان شاء الله غادي نستمر في الخدمة كما قلت لكم حتى غادي نعمر العريشات وغادي نرجع باش نشارك معاكم ان شاء الله الشكل النهائي اذا نغزلت ديالي كما تلاحظوا معايا غادي نكمل بقية الرشمات لكن باستعمال لون اخر او للون مغاير دائما الحرير على 4 ديال الشعرات من دوبلين يعني في المجموع كيكون عندنا 8 ديال الشعرات وبنفس الطريقة اللي خدمنا بها العقدة الفرنسية في الاريشات الليولين غادي نكمل تعمار ديال الرشمة كاملة كيما قلت لكم ممكن انكم تستعملوا مازيج ما بين العقدة الفرنسية وبالتنبات يعني تعمروا مثلا بزوم الرود او للعقيق مهالرز كيف ممكن انكم تخدموها بمازيج ما بين العقدة الفرنسية وليبريد او لطرز الدويدات ان شاء الله ما زال غادي نشوفو نماذيج اخرى لنفس الرشمة لكن مخدمة بتقنيات مغايرة بعض الاخوات اقترحوا اننا نطبقوها ان شاء الله بليبريد يعني طرز الدويدات لبعض الاخر اقترح اننا نخدموها مع بعض باستعمال الغرزة الذهبية او لدقة الذهب انتم بدوركم اي غرزة او لأي تقنية بغيتو تنطبقو بها مع بعض هذا الرشمة معلكم الا تخليوها ليه في التعليقات هادي نكمل التعمار ديال الرشمة ديالي ونرجع نشارك معكم الشكل النهائي خالتي العزاءات حبيباتي وصديقاتي هذا هو الشكل النهائي للرشمة ديالنا من بعد ما كملتها بالتعمار كنتمنى ان شاء الله تستفدو من خلال الافكار اللي كنقدم لكم كنتمنى لفيديو ديال اليومينا لإعجابكم فضلا وليس امرا ما تنسوش تضغطو على زر الاعجاب جيم لايك من طبيعة الحالي لاجبكم لفيديو وإلا كنتوا اول مرة تشاهدوا القناة مرحبا بكم ما تترضوش انكم تضغطو على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو باللون الاحمر اشتراك سبسكرايب وابوني وكذلك فعل الجرس باش يوصلكم اشعار بكل جديد على امل لقاء بكم في فيديو اخر دمتم في امان الله والسلام عليكم